قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري مساعدات إنسانية للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة يأتي ذلك عبر قافلة مكونة من تسع شاحنات عبرت معبر رفح الحدودي وعلى متنها سبعة آلاف حقيبة ضمت مواد لتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة ومنذ السابع من أكتوبر من عام 2023 أكبر أكثر من 1.9 مليون شخص في غزة على النزوح أي ما يعادل 85% من إجمالي السكان منهم نح مليون امرأة وفتاة وفقا لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة كما تشير الأرقام الأخيرة إلى أن 70% من الفلسطينيين الذين استشهدوا هم من النساء والأطفال وأن اثنتين من الأمهات تقتلان في غزة كل ساعة